أياماً فقد تفصيلنا عن حلول شهر رمضان التحضيرات قائمة على قدم وساق لتوفير جل المواد الفلاحية بالكمية والنوعية المطلوبة حسب الامين العام لاتحاد الفلاحين الذي طمأن الجزائريين بوفرة الخضل والفواكه التي ستسوق مباشرة من الفلاح إلى المواطن وبأسعار جد معقولة يقول محمد عليوي رمضان هذا يصموه الناس كما السنوات الماضية وكما السنة الماضية تكون كل شيء متوفر لا الخضروات ولا الفواكه ولا المادة البطاطا المضاربين هذه مقادين شي يكونوا في رمضان يكون مباشرة من المنتج المستهلك وزارة والتجارة تعهدت على لسان وزيرها بالتدخل في حال خلق المضاربين ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان من خلال غرق السوق بمواد أخرى لقرار الاستقرار في الأسعار مثلا إلى العجب الغذائية قدiced لكيف تكون الإستقرار في الأسعار في هذه المعهل التحدثية ، startsف Pastور chosen فقط بين تطمينة الفلاحين وتعهدات وزارة التجارة بإقرار الاستقرار في الأسعار خلال الشهر الفضيل يبقى اليوم الأول من رمضان هو الفاصل حول مدى التزام كل هذه الأطراف بوعودهم وتطميناتهم ترجمة نانسي قنقر